اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات اللاليجة الدور الاسباني برشلونة بيحطنس 3 نقط مهمين جدا بعد فوزه على بلد الوليد بهدف للمفيوزو ارتورو فيدال عشان يقلل الفارق ما بينه وما بين ريال مدريد المتصدر لنقطة واحدة قبل ما ندخل في التفاصيل على طول ياريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة واللي عنده ميسي ما بيجليش اللي عنده ميسي ما يقفش على محطات اللي عنده ميسي يدخل بقلب في اي حتة وفي اي اتجاه لو عايز تجيب جون اطلب ميسي على التليفون دي حاجة معروفة من زمان لكن لو عايز تجيب بقى تاريخ وتكتب تاريخ تعالى تعالى العم ميسي 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 يا معالي حسي اول لاعب في تاريخ اللاليجة في الدور الاسباني يحرز 20 هدف زائد 20 اسست اللي عنده ميسي ما يقفش على محطات الراجل من بعد العودة وهو بيلعب بشكل اساسي اه في بعض اللقاءات اللعيب اللي حواليه ما ساعدتهوش لكن النهاردة ميسي بقى اقل مجهود وبقى اقل لمسة بيوصل ارتورو فيدال في الديا 15 لجون فيس توفيس عشان ارتورو فيدال المكعب اللي بيبقى ناقص في برشلونة يحرز الهدف وهدف ولا اغلى عشان يجيب التلات نوعات كيكستين وكلامنا عن كيكستين حييجي دلوقتي جايين في المواضيع برشلونة بدأ اللقاء بيعتمد على طريقة لعبه اربعة تلاتة تلاتة بتتحول في ارض الملعب لاربعة اربعة اتنين اعتمد فيها على حارس المرمى تيريش تيجين اللي من غير تيريش تيجين الموسم دوت كان ممكن نشوفه برشلونة بيسارع على زعامة اقليم كاتالونيا مع اسبانيول في دور الدرجة التانية الموسم اللي جاي رباعي في خط الظهر كان متواجد زميدو عن ناحية الشمال جوردي قلبا اللي اختفى وليه عزره وكامل العزر ليه لانه مقدي موتوشا في كامل تقتل موتوشا اللي فاتت اتنين قلبا دفاع كان متواجد لانجليل وبك لانجليل اللي خرج ونزل على حسابه في الديا 57 اريخو راجل قلب دفاع واعد اريخو دوت سلسف نص الملعب كان موجود بوسكيتشتروم منت الميزان اللي خرج ونزل على حساب منه فربه عشان يعمل جبهة مع جوردي قلبا في نهاية الشوت التاني على شماله كان متواجد ريكي بيونج على يمينه كان ارتورو فيدال وفي قلبهم كده سيرجيو بوسكيتس سيرجيو روبرتو بيقوم بمهام دفاعية لما سيميدو بينطلق في 4-4-2 قدامهم جريزمان وتحته ميزي بقى حر وميزي ما تقولوش انت تلعب فيه ال4-3-3 اللي كانت بتحول ال4-4-2 ظهرت خطورتها الحقيقية في الشوت الاول في انطلاقات سيميدو وتغطية سيرجيو روبرتو او حتى في تكملة نص ملعب الهجومي بتاع برشلونة اللي نقصه من بعد العودة نقصه لاعب زي ارتورو فيدال ارتورو فيدال يعني الراجل دوت بيكمل في المهام الهجومية والمهام الدفاعية لما بقى في حالته بيظهر في حالته بيظهر في اماكن ايجابية وبيعمل خطورة بيعمل خطورة الراجل بتزديداته حاضر الراجل بتمن اهداف الموسم دوت حاضر باكتر من ماتشي كان حاسم لبرشلونة بتواجده لان المكعب دوت هو اللي نقص اللي نقص برشلونة نقص برشلونة نص الملعب الهجومي اللي يقدر يكمل في النحاء واحد الهجومية ويختار بقى يلقط السقطة واللقطة الكور اللي جاية زيه مثلا زي كاسيميرو لما بيكمل معاريا المدريد زيه زي مودريدش كروس ديت النقطة نقص برشلونة وفيديال لما بيبقاش في حالته بتلاقي ان برشلونة نقصه اثنين لعيبة مش لعب واحد لان الراجل بيقوم بالمهام الهجومية بشكل ممتاز جدا والمهام الدفاعية بشكل ولا أروع خالص فبرشلونة افتكر مع عودة دي يونج ممكن كيكستين يديله المهام الهجومية لان الراجل عنده كرة وعنده فكر هجومي كويس ده بالنسبة لدي يونج نجي بقى لريك بيونج اللعب الصغير الويروير دوت اللي بفكرنا بكزافي ونيستا في بدايتهم مع برشلونة اللعب مع لحظة خروجه في بداية الشوت التاني في الديعة 55 ونزور راكيتش وشوفنا برشلونة منسحب ومتراجع بطريقة غير مبررة خالص قصاد بلد الوليد اللي كان قدامه أكتر من فرصة محققة للتسجيل لكن بتواجد تيرش تيجن أنقذ مرماو أنقذ فريقه من مش منتعادل لا من هزيمة محققة فعلا فالراجل دوت هو مستقبل برشلونة في نص ملعب برشلونة بوسكتس بوسكتس يعني دوت فاكهة نص الملعب في النقعة واحد دفاعية أو حتى في الخروج بالهجمة وشوفنا دوت طوال السبعين أو التمانين دقيقة لغاية لحظة خروجه ونزول فيربو الحقيقة أنت عايز تشوف المدرب دوت هل عنده فكر؟ هل عنده أفكار؟ هل يقدر اللعبة تنفذ أفكاره في أرض الملعب ولا لأ؟ هل الراجل دوت يقدر يكمل ويغير أو يضيف لطريقة لعبة برشلونة الهجومية ولا لأ؟ تبص على تغييرات كيكستين النهار ده إن هو يسحب ريكي بيونج واحد من أفضل لعبة برشلونة في الشوت الأول يسحبه من أرض الملعب وينزل راكيتيتش غير مبررة خالص ودوت أنا برجعه الراجل لسه صغير ريكي بيونج راجل صغير يقدر يديك التسعين ديار على أكمل وجهه وبطريقة يعني ما تقلش عن أي لعب في أرض الملعب ده أنت بتخرجه ما هو مقدرش على الحمار حيشطر على البردع أصغر واحد مش هيتكلم مش هعمل مشاكل هو اللي يخرج وننزل راكيتيتش عشان ده هو تراجل كبير في السن كده جده بابو حيعمل المشاكل فإحنا نخرج الولعب ومنزل جده والتغييرة التانية هي تغيير جريزمان في بداية الشوت جريزمان في الشوت الأول كان ظاهر في مواقف كويسة وكان يقدر يسجل وفكرة أن انت تخرجه في الشوت التاني عشان ضيع كورتين أو تلاتة سهلين للتهديف أو كان عنده أفضلين أنه هو يسجلهم ولكن خانته الظروف أو خانه لمسته الأخيرة وتنزل سوارس في بداية الشوت التاني ده أنا مش هسسها وتحس أن أنت بتقتل اللاعب يعني ولا لسه رجع في ممتش بها بجن عالمي على طريقة هتخرجه بتخرجه في بداية الشوت التاني وهو ظاهر بشكل كويس فكرة أن المهاجم يضيع ورد في كرة القدم لكن كيكستين بتغييراته الحقيقة بيوري لك قد إيه أنه هو ما عندوش الفكر اللي حيقدر يخليه مستمر في بارشلونا بارشلونا فريق بيلحب كرة تيكتاكا كرة هجومية شوفنا النهاردة في 45 ديئة تانية متراجع ومتكتل دفاعيا ودوت ممكن ندي العزر الكيكي أن الفرقة على قدها في آخر مباريات في الناحية الدفاعية وبتتهدد لكن فكرة أنت تدافع وتيجي عليك أكتر من سبع فرص محققة للتهديف وصلت لتيريشتجن ولولا تواجد حارس زي تيريشتجن كانوا في الجول فدي فكرة مش حاسسها خالص فهل سؤالنا هل كيكستين حيقدر يطور من مشروعه وينفذ طرق اللي هو جاي عشانها هو جاي عشان ينفذ فكرة كرايف فين فكرة كرايف أنا مش شايفه غير في إيه أنا مش شايفه خالص الصراحة أنا مش شايف أي فكرة عند كيكستين فهو عجلا أو أجلا كيكستين هيمشي من برشلونة السؤال هنا هقوى مين بقى بقى ديه الكيكستين في برشلونة وبما أن برشلونة خلاص قداموا ماتش العودة مع نابولي في أجوستوس في دور الثمانية في بطولة شايفين إيه الماتش الزهاب انتهى واحد واحد في نابولي شايفين برشلونة ممكن يعمل ديه ريمونتادة تاني واخروا لو عجبكم مانفذيزيو مانسيبسوش تعملونا لايك وشيرو سبسكراب للقناة واس تلا بيست